السلام عليكم من تتبعي على قناة الدروس والتمارين مرحبا بكم في فيديو جديد يوم ان شاء الله غنضرو حصة الاملاء في الدرس كلمات يخالف ونطقها ورسمها صفحة 134 من كتابي في اللغة العربية لسنة السادسة ابتدائي اذا اتبعوا معي الفيديو الاخير باش نجاوبوا على جميع الاسئلة ديالها الدرس اذا غنبدا بحصة الاسبوع الاول اقرأ وافهم وغنبقروا هذا النص انظر الى اولئك العمال ببدلاتهم وخواذاتهم وجزمهم الموحدة يحملون الفؤوس والمطارقة والمثاقبة ويتوجهون الى المنجم وهم يتبادلون الاحاديث ناشطين مقهقهين لكنهم في المساء يعودون منها متعبين منهكين مغبر الوجوه والبدلات متجهين لا يتكلمون لقد قضى هؤلاء يومهم في استخراج الفحم الحجري وتعدينه اذا سؤال اول كيف يكون عمال المنجم في الصباح اذا جواب هو يكون عمال المنجم في الصباح ببدلاتهم وخواذاتهم وجزمهم الموحدة ناشطين مقهقهين سؤال الثاني كيف يمسون اذا يمسي عمال المنجم متعبين ومنهكين مغبر الوجوه والبدلات متجهين لا يتكلمون اذا انتقلوا السؤال الثالث اين يقضي هؤلاء العمال يومهم ولماذا يقضي هؤلاء العمال يومهم في استخراج الفحم الحجري وتعدينه لانه عملهم الماضي امتقلوا الاكتشف وابني السؤال الاول ولاحظ الكلمات التالية عن هؤلاء لكن اولائك سؤال ما نوع هذه الكلمات ماذا يلاحظ اثناء نطقها هؤلاء واولائك هي اسماء اشارة لكن عبارة عن حرف ويلاحظ اثناء نطقها وجود الف محذوفة سؤال هل تنطق كما كتبت ماذا يمكن استنتاجه هذه الالف تنطق ولا تكتب نستنتج ان هناك كلمات تنطق فيها الالف ولا تكتب كاسماء الاشارة وبعض الحروف سؤال الثاني الكلمات الملونة في الجمل التالية تتكون من كلمتين اضغمة فترأى عليهم التغيير عندنا عما يتساءلون فيما يخوضون مما تخافوا بما تشتغلوا فاقرأ عما عوضا عن ما لنفك اضغام باقي الكلمات ونقرأها يعني الكلمات اللي بقى ونضي لهم ونفكو الاضغام لي فيهم بحال مثلا اعطونا هنا مثال عما الى فككنا الاضغام ديالها كتولي عن ما اذا نفكو الباقي فيما يخوضون مما تخافوا وبما تشتغلوا عما يتساءلون عما كتولي عن ما فيما يخوضون فيما كتولي في وما مما تخافوا كتولي من وما بما تشتغلوا كتولي ب وما السؤال الموالي ما التغيير الذي ترأى على ما الاستفهامية التغيير الذي ترأى على ما الاستفهامية هو حذف الالف وحذف الالف ما كتابة ونطقها السؤال الثالث الاحظ كلمات كل مجموعة وانطقها واستنتج عندنا الالف الذين التي الذي ب التي اللتان اللذان ج طاوص داود هاوون دا عمر اولي اولا بالنسبة الالف نستنتج في بعض الكلمات الموصولة تنطق لام ال ولا تكتب بالنسبة الباء تكتب لام ال وتنطق في الاسماء الموصولة الموصولة اللتان اللوات اللات ج يجوز حذف الوا كتابة لا نتقن اذا التقى واوان مثل طاوس داود دال تكتب الوا ولا تنطق في بعض الكلمات مثل عمرو استنتاج القاعدة اولاً اولاً تحذف الالف خطاً لا نتقن في بعض اسماء الاشارة وفي بعض الحروف مثل هذا هؤلاء لكن ثانياً تحذف الالف ما الاستفهام كتابة ونطق اذا اتصل بها حرف من حروف الجر الاتية عن من في ب مثل عما مما فيما بما ثالثاً تنطق لا مؤل ولا تكتب في بعض الاسماء الموصولة مثل الذي الذين وتكتب وتنطق في صورها في صورها الأخرى مثل اللتان اللوات اللات رابعاً يجوز حذف الواوي خطاً لا نطقاً في بعض الكلمات اذا اجتمع فيها واوان مثل طاوس داود خامساً تكتب الواو ولا تنطق في بعض اسماء الاشارة مثل اولي اولاء اولائك وفي بعض الاسماء مثل عمرو اذا انتقل الحصة الاسبوع الثاني اطبق واوظف السؤال الاول اعيد كتابة الكلمات الخطأ صحيحة عندنا هالكلمات اه 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 لخطأ منهم عندنا هؤلاء كذلك لكن الذين تعوص عمرو اذا هؤلاء مكتوبة صحيحة غتبقى هي نفس الكتابة هؤلاء هؤلاء كذلك هاد الاليف ينطق ولكن لا يكتب يعني خطأ هاد كذلك مكتوبة خطأ نحيد داك الاليف عندنا لكن اه احتى هي مكتوبة خطأ هاد الاليف هنا ما كيتكتبش غير كيت تنطق لكن هكا اللام والكاف والنون الذين عم كتوبة صحيح طاووس اه ما كان كتبوش هنا الواو يعني هاد الواو كيتكتب ولكن ما كيتكتبش طاووس عمرو اه نسينا هنا ما كتبوش الواو يعني هنزيد له الواو سؤال ثاني اكتب ما يلي سؤال الثاني اكتب ما يلي كتابة صحيحة عندنا عن زائد ما تبحث في زائد ما تفكر من زائد ما تحذر بزائد ما تنشغل سؤال 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 الثالث قال عمرو لرفيقه عمرو إن حاجتنا إلى أول العلم أشد من حاجتنا إلى الذين يهتمون بالأدب والفني إذن سؤال أقوم بإملاء ذاتي لهذه الفقرة وأعزل الكلمات التي يخالف نطقها كتابتها ثم أعيد كتابتها يعني سأعزل الإملاء لهذه الفقرة قال عمرو إلى أبي الأدب والفني ونعزل الكلمات التي يخالف نطقها كتابتها ونعيد الكتابة لها إذن الكلمات التي تخالف نطقها كتابتها هي كين عمرو أولي الذين إذن هذه هي الكلمات اللي عندنا في هذا النص تخالف نطقها كتابتها السؤال الرابع اكتب النص الإملائي يعني غادي هذا النص غادي تدير له على شكل إملاء وتفتيع لكم شي واحد وغادي تكتبوه تحاولوا أنكم تكتبوا هذ الكلمات اللي يختلف نطقها عن كتابتها بشكل صحيح إذن وبهذا نكون قد أجبنا على جميع أسئلة هذا الدرس وشكرا على المتابعة وإلى فيديو آخر في درس جديد إن شاء الله شكرا على المتابعة وإلى فيديو آخر في درس جديد إن شاء الله